تواصل القوات الإسرائيلية امتهاكاتها بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة ضاربة بكل الأعراف الدولية عرض الحائط المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي في أوقات الأزمات والحروب عادة ما يكون الأطفال والنساء الأكثر تضررا حتى لو حاولت الأطراف المتحاربة مراعاة القانون الدولي والالتزام باتفاقيات حماية المدنيين أما في قطاع غزة ومع ممارسات الاحتلال الذي يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط فإن الأطفال والنساء يدفعون ضريبة هذا العدوان أضعافا مضعفة فآلة الاحتلال العسكرية وعلى مدار أكثر من ثمانية أشهر تمارس القتل الممنهج ضد سكان غزة المدنيين وتدمر كل مقاومات الحياة بالقطاع تلك الجرائم الممنهجة للاحتلال تضع نساء غزة في مواجهة الموت بأكثر من شكل فعلاوة على الهجمات التي تتم بمختلف الأسلحة وتستهدف المنازل والملاجئ تعاني سيدات غزة من أمراض سوء التغذية المركبة في ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنعه لدخول المساعدات الغذائية والطبية وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن 95% من النساء الحوامل والمرضعات في غزة يواجهن فقرا غذائيا حادا بسبب النقص الحاد للغذاء الكافي ما أدى مع الضغوط النفسية النتجة عن الخطر المستمر والنزوح إلى ارتفاع حالات الإجهاد بين النساء الحوامل حتى إن لم يحدث الإجهاد فإن معظم الأطفال يولدون بأوزان متناقصة ويعينون من نقص الأكسوجين أو صعوبات في التنفس أو التهابات نتيجة قلة النظافة أو انتشار الأمراض